اول حاجة بتدي بيها زي كل الابراج نبتدي بالرقم اللي مسيطر عليك هنا في طقتك في عندك هنا رقم 3 تمام طقتك هنا بتقولك يا برج الجدي في عندك بيه بقى انفراجة ان شاء الله انفراجة واسعة في شهر 3 كمان طقتك هنا بتقولك ان الرقم الحظ بتاعك ان شاء الله هو رقم 3 رقم 3 رقم 8 رقم 10 بس اكتر حاجة هنا رقم 3 ورقم 3 تطلع لك هنا متكرر هو كمان رقم ملائكي كأن التقى هنا بتقولك ان الملائكة معاك الملائكة بتدعمك كأنك ايه الملائكة ان شاء الله هتطلعك منها يا برج الجدي هتطلعك من التعب اللي انت فيه فيه دعم الهي هنا لك يا برج الجدي واخد بالك من شهر 3 في عندك فيها انفراجة كبيرة فقول يا رقم تقطك كمان هنا بتقولك يا برج الجدي ممكن عندك سفر في شهر 3 تمام لو انت عليك اي تقاط سلبية كأين تقطك هنا بتقولك في عندكم كمان انفراجة واسعة لو سفرت في شهر 3 بمعنى ايه ان السفر ده انت هتقطع بحر كده تمام لو هتعدي من على محيط من على بحر من على كده فمجرد مرورك من على البحر ده سواء في الطيارة او ايه في البخيرة او ايا كان وسلت سفرك لو هتقطع على بحر كده حيبقى عندك نهاية ان شاء الله للطاقات السلبية اللي موقفة حالك اللي مفرقاك عن حبيبك عن شريكك اللي عاملة فيك اللي ما اتعمل يا برج الجدي في عندك هنا تخلص من التقاط السلبية خاصة للناس اللي ايه عندهم ايه اطعب بحر جده تمام فماشاء الله شايفة في عندك حاجة هتتحقق معاك في شهر 3 ممكن لبعدكم سفر زي ما قلنا ممكن لبعدكم تأسيس بيت انتقالة فلوس جايا ان شاء الله خبر سعيد جاي او شخص ايه راجع ان شاء الله فقول يا رب يا برج الجدي تختك هنا بتقولك اول ما تشوف رقم 3 من هنا ورايح 333 وانت بصص في ساعتك بصص في الجورنال في تلفزيون في الشارع في ارخام العربيات قل يا رب قل يا رب فرجك يا رب فرحك تمام وان شاء الله ربنا حينول لك ده لاني انا شايفة في عندك هنا ممكن رجوع ممكن عودة ممكن الحلم اللي بتتحققه حيتحط قدامك ويتحقق يا برج الجدي برج الجدي يا برج الجدي وانتقالة بيتقولك الطاقة هنا كمان بتقولك انت تعبت كتير وعفرت كتير كمان عشان في عيون الناس عليك الطاقة بتقولك داري على شمعتك يا برج الجريم ما تقولش الحد حتى لخيالك تصور بقى الطاقة هنا بتقولك في عيون عليك في بومة هنا بص عليك وبومات كتير في عيون كتير بصراحة مش اقالي حدا في بومة في عيون بومة هنا بتقولك اي حاجة انت بتعملها عايز تبتديها اعملها بالليل بقى والناس نيام عشان محدش ايه يعرف محدش يحس ومحدش ايه يعرف اللي انت بتعمله يا برج الجري غير ربي العالمين تمام عاي حاجة حابب تعملها ان شاء الله بتديت علاقة حب ايه مشروع سفر ايا كان دراسة فكرة حابب تغير من نفسك من شكلك وتعمل وتعمل اعمل ده بالليل والناس نيام ازاي بقى بالليل والناس يعني ايه ما تخليش حد يعرف كأنك ايه بتعملها في قلب الضلمة لحد الموضوع يخلص معاك ساعتها بقى خلي اللي يشوف يشوف لان لو الحاجة انت لسه بتعملها ممكن العيون دي تجيب اخرك زي كل مرة عيون سامة ربنا يحفظك منها فالتقى هنا بتقولك عايز تنجح في حياتك يا برج الجدي وتوصل والتعب ده يروح عنك ده لنفسك عن عيون الناس لان الناس دي ديقتك في كل حاجة في حياتك في رزقك في راحتك النفسية في استقرارك في الجانب المادي العاطفي في كل حاجة تمام اتقى هنا كمان بتقولك يا برج الجدي الوقت خلي كل حاجة للوقت وما تتصرعش لان ايه انا شايفة الوقت هيحل لك حاجات كتير قوي كأن الوقت اللي جاي حيكون مختلف عن الوقت اللي راحة شايفة في هنا علاقات حب جديدة وعودة لناس كتيرة شايفة في استقرار عاطفي وشايفة في اهرب حمالي ان شاء الله كأن التقى بتقولك عد كتير وما بقاش الا القليل تمام ايه وإه تاني وإه تاني يا برج الجدي برج الجدي تقتك بتقولك خلي عندك يقين في ربنا خلي عندك يقين في العدالة الالهية انت تظلمت انت ايه في حق اتخذ منك في عذاب عشته بسبب شخص واثنين وثلاثة وعشرة تمام ايه كان عددهم اتقى هنا بتقولك خلي عندك يقين في العدالة الالهية لان العدالة الالهية هتتحقق عجلا مقجلا هتتحقق في الوقت المناسب اللي انت مش عارفه انت ممكن شايف ان ايه هو ده الوقت المناسب بس ربنا عنده حسابات تانية كمان بتقولك في حاجات فعلا اتحققت في عدالة هنا اتحققت بس انت لسه مش شايفها اتحققت مع الناس اللي ظلموه وحيجي اليوم وحتشوف بعنيك وحتسمع تمام وايه كمان وايه كمان يا برج الجدي اه طقتك هنا بتقولك كمان فيه باب حيتفتح لك خلي عندك يقين ان الباب المقفول في وشك الباب المسدود حيتفتح بقدرة قادر تمام اه طقتك بتقولك ان الحاجة اللي انت عايزها حتمتلكها اه فانت ايه قاعد بتدعب ايه يا برج الجدي الحاجة دي لا شايفها حتكون ما بين ايديك حتتحقق معاك اه انت عملتي كتير ووصلت لها وممكن اتخذت منك بعد ما وصلت لها حترجع وحتمتلكها مرة تارية شايفة ما عندك هنا دعوة مستجبة فقول يا رب قول يا رب وانت عندك يقين ان دعوتك دي حتتحقق وربنا ان شاء الله حيستجب لك يا برج الجدي اه شايفة ايه ان احوالك حتتغير الفترة الجاية ده اللي التقى هنا بتبعدك بيه بتقولك تعب 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 خلاص اه اخد نفسك يا برج الجدي وفيه راحة جاية فيه راحة انت خلاص وصلت الاعلى السلم فضلك سلمة واحدة اه معلش تعالى على نفسك استجمع قوك وكمل السلمة الاخيرة دي وبعدها ايه فيه راحة اه فيه وصول ان شاء الله لأهدافك واللي انت عاوزه بعد تعب بعد معاناة شايفة فيه حظ هنا حيبتساملك فيه حظ هنا قبل كده بتتعب وبتاخد الفترة الجاية ان شاء الله فيه حظ هيجيلك كده من غير ما تتعب كأنه ايه تعويد على تعب عدة تعويد على اجتهادك وعلى ايه مصبرتك واسرارك وعزمتك يا برج الجدي شايفة فيه حظ هنا ايه ايه حظ ايه مفتوح كأين السماء مفتوحانك مش حظ صغير لأ السماء مفتوحانك ان شاء الله ويه ايه حتوصل للي انت عاوزه وحتحقق اللي انت عاوزه تمام فيارب ايه يكون ده اتحقق معاك في شهر ثلاثة زي ما هو مكتوب لك هنا اشتركوا في القناة